من بلدية عين قشرة ولاية سكيكدا أول حاجة أسلم لي على شهداء وأبطال معركة وادي زكار معركة وادي زكار هذه معركة وادي زكار ربات الاستعمار الفرنسي قتل من جند العدو 158 فرنسي و 12 الذين أسروهم واستشهد ثلاثة من المجاهدين معركة وادي زكار هذه لازم يديرها فيلم وتقراها الأجيال ويقراها الأطفال ويكبروا يعرفوا بلي عندهم رجال حرروا هذا البلد حرروها واليوم فرنسا يتشوفوا مرتام يضلوا عندنا ميادرة كي يتشوفوا هادو جماعة فرنسا يضلوا يجولوا تزاير عسوا روحكم ما كاش الخير منهم أبدا حسبون الله ونعم الوكيل سائل يقول ما رأي فضيلتكم في تعديلات قانون الصحة الجديد والذي ينص على جواز إيقاف حياة الجنين إذا كانت حياة الأم في خطر نعم هذه قاعدة صحيحة وهذا قانون صحيح ورحم الله من وضعه إذا كانت نيتو الشريعة نعم القانون صحيح لا يجوز قتل الجنين إلا في حالة واحدة إذا تأكد طبي وعلميا على يد أطباء عدول أن هذا الجنين سيقتل أمه فإذا تأكد أن الجنين سيقتل أمه جاز قتل الحياة المحتملة التي هي حياة الجنين حفاظا على الحياة المحققة التي هي حياة الأم يجوز نعم يجوز قتل الجنين إذا كان يؤدي إلى قتل أمه أما إذا كان كما رأنا نسمعه الآن إن سيطسوا والله رجال يقول لك عندها سطر يوجحها يودي كل حامل عندها سطر ما كاش مرة تحملوا ما عندها سطر هذه عادي عندها سطر تطلع لها الضغط الدموي السكر يعني تضعف هذه مرة أحامل واشه واشه يحب ربي يعطيك خلق من خلقها في أحشائك هقدك بلما يبتليك بلما بشعر في قيمته إذا تأكد أن الجنين سيقتل أمه جاز قتله وهذا القانون الصحيح مطابق لأحكام الشريعة وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم